من جديد الأردن والعراق وجه لوجه في تصفية كأس العالم في المرحلة الخامسة عن المجموعة الأولى على استاذ عمان الدولي في مباراة منتظرة بين المنتخبين الشقيقين المباراة وإن كانت فاقدة لأهمية كبرى نظرا لتأهل منتخبين الوطني رسميا إلى المرحلة الرابعة يتطلع من خلالها عدنان حمد المدير الفني للنشامة إلى تحقيق الانتصار من أجل تحسين التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر خاصة وأن الفوز في المبارتين المقبلتين قد يجنب النشامة الوقوع في مجموعة صعبة المنتخب يستعيد خدمات أنس بنياسين وعدي الصيفي من جديد بعد الغياب عن مباراة سنغفورة الأخيرة للإيقاف نلنا يومين هاي نعم نحضر لمباراة العراق مباراة قوية راح تكون مع المنتخب العراقي من أقوى المنتخبات العربية إن شاء الله راح نحاول نحصل على ثلاث نقاط بهاي المباراة نضمن تاهلنا بصدارة المجموعة إن شاء الله الشباب جاهزين لهاي المباراة وإن شاء الله منقدم مباراة قوية إن شاء الله عموما يتمتع المنتخب الوطني بمعنويات عالية في مواجهة أسود الرافدين وهو يتطلع إلى مواصلة الصدارة في المجموعة الأولى مباراة مهمة جدا مباراة تهم الجماهير وتهم المنتخبين تاريخ بالنسبة للمنتخبين نحن نقدر إمكانية المنتخب العراقي طابلنا معا في بداية التصفيات وفزنا عليهم بهدفين وأعتقد المنتخب العراقي لان قادم لك أيضا يحاق نتيجة إيجابية أنا باعتقد الجمهور سيتمتع بمباراة قوية وندية أما على الطرف الآخر وحل وصوله إلى عمان قادما من الدوحة أشار المدرب البرازيلي للمنتخب العراقي زيكو بأن المنتخب الأردني ليس أفضل حالا من العراق مع اختلاف الظروف بين المباراة الأولى في إربيل والتي انتهت بفوز الأردن بهدفين دون مقابل ويعول زيكو كثيرا على مجموعة من النجوم المتواجدة في المنتخب العراقي وفي مقدمتهم يونس محمود الذي سجل هدف الفوز الثمين في المباراة الأخيرة أمام المنتخب الصيني فيما يستعيد خدمات ظهره الأيسر باسم عباس بعد الإيقاف في المباراة الأخيرة مع الصين مباراة تعد بالكثير خاصة وأن مبارايات الأردن والعراق عادة ما تحفل بإثارة وقوة بينهما وهو ما ينتظره جمهور المنتخبين بالرغم من حسم النشامة وأسود الرافدين لبطاقتين التأهل إلى الدور الحاسم إلا أن الصراع القائم بين المنتخبين سيكون حاضرا لتسيد المجموعة الأولى ولا شيء يجعل النشامة المنتخب الأردني بعيدون عن التسيد حتى وإن كان المنتخب العراقي يسعى لرد الاعتبار يوسف البستنجي من تدريبات النشامة لتلفزيو الرؤية